أنا اسمي اسماعيل أبو أسعد من فلسطين بعيش في قرية اسمها إذنى قضاء الخليل يوم دخل الجيش الإسرائيلي على البلد كنت أنا بوسط البلد كان في عالم على عمود في البلد وطلب مني الجيش أنه أنا أنزل العالم رفضت أنه أنزل العالم يجا الجيش وجندي من الجنود اللي مسك إيدي مسك إيدي والجندي الثاني ضربني بعصاه على إيدي وكسر إيدي هذه الحدثة عالقة في ذاكرتي ومخيلتي في حدث ثاني اللي هي يوم اعتقالي هذا كان في الانتفاضة الأولى في الانتفاضة 87 اعتقلني الجيش كان داخل الجيش بلابسين لبس نساء عربيات وبسيارات عربيات كنت أنا بمحل عنات صاحب إلي عم بشتري بنطلون دخل الجيش بمساعدة طيارة هوروكابتر واعتقلوني أخذوني على مركز التحقيق في الخليل كانت فترة التحقيق فترة مذلي ومهينة جدا سلوب التحقيق كان عم بيكلب شكل من رجليك وإيديك وكان بيوصل بك على مصورة مربوطة في الحياة ما كثت تسعين يوم في التحقيق هاي تسعين يوم كانت أطول تسعين يوم في حياتي خلال التسعين يوم تعرضت لأسليب وحشية وقامعية ومذلة ومهينة ما بدي أدخل في تفاصيل بدي أوجه رسالة للشعب الإسرائيلي والحركات السلام والمنظمات التي تؤمن بالحب والتعايش والسلام تعالوا لنعمل سويا لا فرادة من أجل مستقبل أفضل لهذه البلاد لهذه الأرض هذه الأرض تتسع الجميع بإمكاننا أن نحول هذه الأرض إلى جنة وبإمكاننا أن نجعل منها جحيم والأفضل أن نتحد مع بعضنا لنحول هذه الأرض إلى جنة لا جحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر